هيا يا أطفال هيا نمتيا قم بحصتنا من سحل وتهنيج ودوما تسلينا وبيكة كتوة كوكو وكل يرافقنا تعالوا هلوموا إلينا الضمو أعمو ياسي أرغضوا والشاطر يوطينا الحل حكايات بها عبرة حكمة مثل معلومات وبها نور العب أعمو ياسي سعالوا هلوموا إلينا الضمو أعمو ياسي مساء الخير يا أطفال وشراكم راكم من نورين بهذه الرسومات وهذا اللباس الجميل وكامل مرحبا بكم انتم كذلك يا أطفال راكم تشوفوا فينا وحبيتوا تحضروا في حصة مع عمو ياسي مع لكم إلى توجه الأنترنت عبر موقعنا عمو ياسي بوان كوم اللي تسجيل بالطريقة التالية إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل معليك إلا تروح الأنترنت تكتب عمو ياسي بوان كوم تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي وباليدك الإلكتروني مرحبا بيك يا أطفال لما تسجلوا في حصة مع عمو ياسيد شوية على الصبر لأن التسجيلات كثيرة وعمو ياسيد حبي يستهدفكم كامل ولكن شوية الصبر راح ينتصلوا بكم وتجوا تفرحوا معنا يا أطفال كما عودناكم كين أيام عالمية ودولية اللي نتوقفوا عندها اللي يتهمنا عبركم يوم الستماي يصادف اليوم العالمي للتلوين تحبوا الألوان؟ حبوا الألوان كين أصدقائنا رمي يرسموا كامل شكور يقدر يقول لي لون من الألوان؟ ما هو؟ ما هو؟ لون الغراب أبيض لون الغراب أسود أسود شكور يقول لي؟ التراب لون التراب بني بني برافو برافو على بلكم عم يازيد دالكم مفاجأة راح تسمعوها من بعد عن الألوان وكذلك في هذه الفترة كين يوم مهم هو اليوم العالمي للمتحف أعبكم يا أطفال بني المتحف مهم في حياتنا تحبوا تروحوا المتاحف؟ زرت المتاحفة جميل جميل أنه الإنسان يزور المتاحف لأنه فيهم أشياء جميلة كبداية كل الحصة رحمة رحاليكم لغز تحبون الألغاز لغز اليوم يقول أكون دائما مختبئا لكنني دائما مبتل من أنا أعيد اللغز دائما مختبئ ولكنني دائما مبتل إذن فكروا لغاية نهاية الحصان تومى والأصدقاء اللي رميش شهدوا فينا عبر شاشة التلفزيون بإمكانهم الإجابة عن اللغز عبر موقعنا الأنترنت عمويازيد.com بهذه الطريقة أنت كذلك جاوب وربح عن طريق الأنترنت مع أجل اكتب عمويازيد.com أضغط على زرار جاوب على اللغز املأ الاستمارة ما تنساش رقبك الهاتفي باليدك الإلكتروني والجاوب على اللغز رايح تربح هدية قيمة مهدات من طرف شركة آجل 15 سنة في خدمتكم اسم الطفل الفائس في حصها الماضية يظهر أسفل الشاشة مبروك عليك الهدية اذا فكروا في الجواب عن اللغز دائما مختبئ ولكنني دائما مبتل اذا راحين احنا كلفنا نور الهدى باش تديرنا بحث عن المرحوم عن شخصية مرموقة في ثورة التحرير وهو أحمد بن بلا تفضلي نور الهدى بسأل خليات فاك اليوم جيت نحكيكم على الرئيس السابق أحمد بن بلا ولد أحمد بن بلا في مغنية في غرب الجزائر في 25 ديسمبر 1916 من عائلة مزارعين بعد مشاركته في الحرب العالمية الثانية بدأ يضيق بالحكم الاستعمالي لبلاده وتمرد عليه في أبريل 1949 نظم غارة على مركز البريد الرئيسي في أهران لتمويل أنشطته الثورية ما رفع أسهمه بين الشعب الجزائري اعتقل في عام 1950 وسجن بالقرب من البليدة لكنه تمكن من الهرب بعد سنتين إلى القاهرة وبدأ في التخطيط لطورة نوفمبر 1954 ومن أهم المحطات في تاريخ كفاحي حين اختطفت الطائرة المغربية التي كانت تقله من الرباط إلى تونس في 22 أكتوبر 1956 مع أربع مرافقين آخرين وهبطت في مطار جزائر العاصمة وقبض عليه مباشرة وأودع في السجن حتى انتهاء مفاوضات إبيان بعد نحو سبع سنوات تولى قيادة البلاد بعد الاستقلال عام 1962 وحتى عام 1965 وترأس بن بلا منذ عام 2009 ما يسمى بمجلس الحكماء الذي يقدم استشارات لمجلس السلم والإمن التابع للاتحاد الإفريقي بشأن منع النزاعات وحليها وكان يحظى بجاذبية كبيرة ويعد أحد رموز القومية العربية وحركة منهادة الاستعمال العالمية توفي أحمد بن بلا في يوم 11 أبريل 2012 في الجزائر عن 96 عام في منزل أسرته بمدينة الجزائر وقد أعلنت الحكومة الجزائرية الحداد في البلاد لمدة 8 أيام بسبب وفاته دفن بمربع الشهداء بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة رحمه الله شكرا 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 نور الهودا شكرا شكرا يا أطفال مقبيلة تكلمنا عن الألوان اليوم العالمي للتلوين وش رأيكم المفجأة التي تترككم مقبيلة التي أخذتكم عليها مقبيلة هي أغنية نقول فيها الدنيا ألوان يلا كامل تغنوا معايا الدنيا ألوان الدنيا ألوان والألوان هي النور في كل مكان تبعث البهجة والسرور الدنيا ألوان والألوان هي النور في كل مكان تبعث البهجة والسرور أبيل كلون القبر أخفر كأوراق الشجر أصفر كلون الموزي أحمر كلون الكرزي أبيل كلون القبر أخفر كأوراق الشجر أصفر كلون الموزي أحمر كلون الكرزي الدنيا ألوان والألوان هي النور في كل مكان تبعث البهجة والسرور أسود كلون الغراب بني كلون التراب شفا كالماء أزرق كلون السماء أسود كلون الغراب بني كلون التراب شفا كالماء أزرق كلون السماء الدنيا ألوان والألوان هي النور في كل مكان تبعث البهجة والسرور برتقالي كالبرتقال برسجي كالباب إنجان وردي كلون الزهري رمادي كلون الفأري برتقالي كالبرتقال برسجي كالباب إنجان وردي كلون الزهري رمادي كلون الفأري الدنيا ألوان والألوان هي النور في كل مكان تبعث البهجة والسرور ترجمة نانسي قنقر أعمو يزي أعمو يزي أعمو يزي تعلوه الأمو إلينا الضفة أعمو يزي أعمو يزي أعمو يزي تعالوا ونفو إلينا الضفو عم يزيد عم يزيد عم يزيد عم يزيد تعالوا ونفو إلينا الضفو عم يزيد عم يزيد عم يزيد تعالوا ونفو إلينا الضفو عم يزيد عم يزيد عم يزيد تعالوا ونفو إلينا الضفو عم يزيد عم يزيد عم يزيد تعالوا ونفو إلينا الضفو عم يزيد عم يزيد عم يزيد عم يزيد تعالوا ونفو إلينا الضفو عم يزيد عم يزيد عم يزيد عم يزيد تعالوا ونفو إلينا الضفو عم يزيد 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فتحوا يجبوا لي هدية يحبو الهدايا انا التاني احب الهدايا اموي زيت كذلك يحب الهدايا جداً جداً خالف سنة تقرأي فدو�� سنة ثانية سنة ثانية تقرأي مليح شاطرة بحين أول كأكدوا حتى اللهنة هذا سوفينير دو شرشل بور عم ويازيد شكرا شكرا فدوى بنتي شكرا شكرا سنعتني به ونعلقه في دارنا ونحتفظ به يا أخي بنتي يلي بيزو برافو بنتي شكرا 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 احنا نعطوه البوبي يحتفظنا به في المنزل والآن كالمعتاد عم ويازيد رح يحكي لكم حكاية هذه الحكاية تعلب والماكر والغراب يلا كامل معي يا أطفال كما وعدكم عم ويازيد رح يحكي لكم عم ويازيد رح يحكي لكم حكاية الغراب والثعلب والماكر واحد النهار في الغابة كان يمشي الثعلب هذا الثعلب كان يمشي في الغابة هكذا وجوعان يحووس عليك ش حاجة يأكلها ومن بعد فجأة شاف في الشجرة الفوق شاف غراب هذا الغراب كانت عندوك قطعة جبن قطعة الفرماج كانت في فموها كيف شافها الثعلب قال كيف ش ندير هنا يا الحق تحت شجرة هكذا قال ما نقدرش هنا نطلع فوق شجرة هذي نتسلقها وكامل قاعد يشوف يا ربي يا ربي كيف ش ندير وقاعد يحووس على فكرة خبيثة باش ينحي للغراب هذي قطعة الجبن واش يدير الحق عند الغراب قالوا انت ما تعرفش تغني قالوا 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 ورى اللي تشوفينها تعرف تغني الغراب فتح فموها كده باش يورينه بيع في غني تحت له هذيك القطعة تعال جبن تحت له في الارد اخدها واخدها التعلب وهرب بها راح عمو يزيد عمو يزيد استخدسوا من الحكاية انه الحرص واخذ الاحتياط واجب برافو 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 بوبي يجيبنا حكم جميلة دايما اذا يا اطفال الحرص واجب شفتوا الغراب تعال بقالوا افتح فموك نشوف كده تعرف تغني هو قرال امان وافتح فموما قراش الحرص اذا لازم الحرص واجب في الحياة يا اخي يا اطفال يا اطفال انترك لحقنا للركن اللي نحب نسمع الحكاية تعكم شكولا عندو نكتة جميلة اشي يحكيها هنا تعالى 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 واسمك؟ محمد وين تشكل محمد؟ برج كيفان برج الكيفان حكينا نكتتا عك محمد قال لك واحد نهارة قال لك واحد دراجة راح للطبيب بعد قالوا الطبيب هاك شربت لت مغارف تعدوه بعد قالوا يا دكتور انا ما عنديش لت مغارف عندي مغير فخ برج كونت تعالى 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 ابنتي يا روحي تعالى تعالى ابنتي واسمك؟ شيمة وين تسكني الشيمة؟ في دراريا حكينا نكتتا عك بنتي واحد نهارة كاين واحد اسمه قرانط واحد اسمه عقلي وحد Selected مرحل موسيقى لقد قمت بإمكانك أشيغان طيبا برابو تعالي تعالي أقعد واسمك؟ أين سكني؟ برج الكيفان أخبرنا نكتاتك أرنب والسلحفات أرنب مرض بعد سلحفات 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 برابو يا أطفال لحقنا دورك الركن الجواب عن اللغة أكون أكون دائما مختبئا لكنني دائما مبتل اللسان اللسان السمك اللسان 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 عرفتوه كامل تعالا تعالا إذن يا أطفال إحنا الأطفال الشاطرين قلنا واسمك وليدي محمد في برج الكيفان إذن عمو يزيد يهديلك هاد الكعس هاد الشوب بشرة فيه الحليب والماء والعصير وكذلك سدي أغاني عمو يزيد من حق الطفولة إن شاء الله يفيدوك وتستفد بهم بصحارك وجدي العفو 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 لحقنا دورك الركن عيد الميلاد عدنا اليوم عيد ميلاد نور الهودة تعالي بنتي أرواحي تعالي إذن نور الهودة عيد ميلادها إحنا رح نغنولها عيد ميلادك أحلى عيد وأصدقائنا يروحوا يجيبوننا القاتو وإحنا نغنولها يلا عيد ميلادك عيد ميلادك أحلى عيد ربك تبلك عمر جديد الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد موسيقى من الثلبي لك نتمنى صحة وسعادة وهانا شرح يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفرار شرح يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفرار موسيقى 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 هذه الحلوة لك جبناها وشمعك فيها زرعناها بس مكنتا زيبناها ليلا حلوة يا محلاها بس مكنتا زيبناها ليلا حلوة يا محلاها موسيقى بابا بابا يدولوه وصحابه ويبردولوه مجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنضيلو ويشمعك هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنضيلو سنحلوة يا جبيل سنحلوة يا جبيل برافو 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 إذن نور الهدى نشعله لك شمعة ونديروا معها العدد التنازلي إذن حسبوا معايا عشرة تسعة سبعة ستة خونسة ربعة ثلاثة زوز وعنى برافو 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 نور الهدى عم يزيد يهديكم شهدت مشاركة في إنجاح تصوير حصة مع عم يزيد في هذا الظرف الجميد انتوما هاكي بنتي وانتوما كامل تسيبوا الشهادة تعكم تنتظر فيكم كي تخرجوا وبما أنك رسلتنا بخمس قاسمات لعلب حليب رامي واخترناك باش اليوم تحتفلي بعيد ميلادك رامي ممول حصة يهديك هذه الهدية إن شاء الله تستفادي بها وانتوما كذلك يا أطفال إلا حبيتوا تحتفلوا بعيد ميلادكم مع عم يزيد مع لكم إلا تجمعوا خمس قاسمات من علب حليب رامي تبعتهم على العنوان التالي صندوق بريد 42 ألف استوى لي الجزائر العاصمة على هذه الأنغام ما بقى لي لنقول لكم بقوة الأخير ستنونا في الأسبوع المقبل نهار 3 تاعة الخمسة العشية على قناتكم الشروق تيفين حبوكم يا أطفال كل الأيان في ارتفاع إلى اللقاء لا تحزنوا حنا الودع يا أصدقاء كل الأيان في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعودوا وانتظرونا في موعد جديد مع عم يزيد لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعودوا وانتظرونا في موعد جديد مع عم يزيد